من جهة الرابعة مع منا سامي مرحبا بكم نصف ساعة تسببت بسقوط شهداء وجرحة أغلبهم في حالة حريجة القائد العام للقوات المسلحة محمد الشيعة السوداني أمر جميع القادة والأمرين بالتواجد الميداني في قواطع العمليات مؤكدا أن ما حدث لن يمر من دون أن ينال المرتكبون القصاص تعد محافظة ديالا واحدة من أكثر محافظات العراق تعرضا لهجمات إرهابية يشنها تنظيم داعش إلى خروقات أمنية مستمرة منذ عام 2014 ديالا خاصيرة العراق لم يتوقف نزيفها منذ سنوات وهي ستبقى متسع للجميع وسيبقى تنوعها سر تميزها رغم أنوف الأرهاب الداعشي وكل من يحاول زرع الفتنة بين أبناء هذه المدينة الطيبة مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم من جديد وأرحب بضيوفي لهذه الساعة كلنا ننقائم مقام قضاء الخالص السيد عدي الخدران عبر سكايب من الديالة أرحب بك سيد عدي إضافة إلى الخبير الأمني السيد فاضل أبو رغيف أهلا وسهلا نصطف فاضل وعضو تحالف عزم السيدة نجاة الطائي وستكون معنا عبر الهاتف من الديالة مرحبا بكم ضيوفي خلينا أبدأ بياك سيد فاضل خروقات الأمنية من 2014 لليوم يمكن قبل 2014 أصلا على ديالة ما توقفت دائما نشوف أكو خروقات أمنية بالفترة الأخيرة نسمع عن كثير من خروقات داعشية أمنية وليس خروقات أمنية عادية من 2014 اليوم ما توقفت شنو السبب؟ تحية طيبة لك سيدنا ولمشاهدي قناتك الكريمة ولضيوفك عبر الأثير ومن سيلتحق معنا لاحقا يعني الديالة الديالة تختلف فيها خصائص قد تختلف عن كل محافظات العراق اديالة هي رئة العراق اديالة هي أقرب محافظة شمالية عن العراق بأنها تبعد أقل من 60 كم عن بغداد اديالة تحدها تضاريس نوعا ما خطرة تحدها سلسلة جبال الحمرين وحوظ العظيم ويعني مناطق وعرة نوعا ما ومن جهة صلاح الدين الطيبيجة والجلام التي هي خطرة شمال المقدادية مناطق المخيسة مناطق قزانية مناطق يعني حقيقة خطرة جدا اديالة الوحيدة اللي أولاها التنظيم اهتمامه فقسمها إلى سبع قواطع كان أشرسها قاطع يسمى بقاطع القاطون وهذه المناطق نوعا ما التنظيم يعني يعني اديالة كان في منطقة التحويلة يعني في هبهب كان الزرقاوي قتل فيها يعني كان يتحصن فيها اديالة كان يأوي فيها بعض من قيادات التنظيم اديالة فيها مساحات شاسعة من الأراضي المهجورة والعرصات المتروكة لبعض رموز النظام السابق يعني بستان حكمة العزاوي الذي أكل ما أكل مناطق شمال المقدادية مناطق المخيسة أكلت يعني تفجير واحد في عرفات أحد الأعياد يعني أبو مقتدر لهابي قام بتفجير سيارة اتيكو في أقل من دقيقة قتل قرابة 250 من أهل اديالة في أقل من دقيقة حصد هذه الأرواح حقيقة اديالة دفعت بعض العشائر المدافع عن اديالة عشيرة تميم تكاد تكون دفعت السهم الأكبر يعني أكثر من خمسة آلاف شهيد قدمت نعم أكثر من خمسة آلاف من بني تميم قدموا أنفسهم قرابين للدفاع عن اديالة لذلك ديالة يعني كانت هي ولذلك كانت هي يعني أول المحافظات التي تم تطهيرها نهائيا أبوان عام 2016 وما تلاها في 16 عشر 2016 ديالة كانت هي الخندق الذي تمترست به قواتنا الأمنية المدعومة من الحجد الشعبي والعشائر من أهلنا في ديالة ووضعوا هناك خطط عاجلة وسريعة ومقر إقامة لهم يعني في تلك المناطق كترة التغييرات الاستخبارية بصراحة يعني مستحيل المجاملة تكون في الاستخبارات مستحيل أن نأتي بمدير استخبارات يكون بالأصل هو ضابط شرطة وليس هو ضابط استخبارات كان الأخ أبو علي البصري حينما يولي مديرا للإستخبارات لن يولي ضابطا مديرا للإستخبارات ما لم يكن يملك باكراوند وخلفية وديكومنتري لديه أوليات عن الجهد والعمل الاستخباري قاطع المسؤولية أنا المنطقة التي يحدث فيها الخرق لا يمكن لن يحاسب مسؤول قاطع المسؤولية سيما إذا أتت له معلومات بسبقة عن رسالة من الاستخبارات تقول له احذر في هذا اليوم في هذه الساعة قد يكون هناك خرق ينفذه التنظيم لذلك هذا يجب أن يودع التوقيف فورا يجب أن يحقق معاه لماذا تقاعست لماذا تماهلت هذا التماهل هو يعد تماهي مع الغفلة أنت تتماهل على أساس تضحي بأرواح ترجع أسباب الخروقات الأمنية الداعشية إلى تقصير من القادة تقصير من القادة الميدانين تقصير من قطعات الشرطة الاتحادية تقصير من قيادة العمليات قيادات العمليات قائد العمليات حتى لا يكون أخوي حتى لا يكون أخوج حتى لا يكون أي شخص قائد العمليات يحاسب هناك مجاملات وقطاعات العسكرية قد عن هناك مجاملات باستثناء الاستخبارات العسكرية المجاملة فيها مع دومة ومنسوبها صفر ومتدني ما عداها أنا لا أستطيع حتى أكون منصفا قيادة الشرطة الاتحادية أشوف لماذا هذا الخرق الذي حدث قيادة العمليات أجيب قائد العمليات ليس فقط أستضيفه أجمد عمله أجيب آتي بقائد عمليات أوقفه وأسأله سؤال هل تستطيع الحفاظ على أمن ديالة إذا طلب مني عدم تدخل الحكومة المحلية في عمله مقابل ضمان عدم حدوث أي خرق وأنا إذا أنا مسؤول فوقه إذا أنا كنت أملك الخبرة وأقول أنا ضامن لك بعدم تدخل الحكومة المحلية في عملك مقابل أشترط عليه بشرط أن لا يكون خرقا لكن إذا حدث خرق سيكون حسابك شديد حساب الألقاء طبعا الخرق أمواء الخرق دماء منا أقول أنه قيادات أمنية فاسدة ومتعاونة مع الإرهاب عنده أحكي على لسانه عد قده النائب عد قده يقول أكو قيادات أمنية فاسدة ومتعاونة مع الإرهاب لكن يقول كشفها السوداني وتمت الإطاحة بهم كشف السوداني لمثل هذا كذا قيادات تجعلنا نعلم يقينا بوجود قيادات عسكرية وتعاونة مع الإرهاب يجوزموا كلهم تمت الإطاحة بهم لا يعني أولا شوفوا يعني النائب طبعا نائب الأمن والدفاع نيابي عيني منا أولا مثل هكذا قضايا ينبغي توخت دقة والحذر فيها لأن هذه بها تهمة وهذه التهمة قد توصل بالشخص إلى العدام نوعا ما شوية تصريح به نوع من القسوة نوع من القسوة يعني أنت لو قليل شوية يرشق التشخيص نقول ضعف بالقطعات ضعف بأداء ضعف المعلومة الاستخبارية يعني الأخ يعني مثلا اليوم اللي استلم مكالة الاستخبارات الأخ لواء ماهر لواء ماهر يملك خبرة خبرة قديمة جدا في الجهد والعمل الاستخباري وهو تون استلم ترى حتى ما يعاب عليه هذا لأنه ما صار لأسبوعين من استلم لذلك نحن نتكلم عن الجهد الاستخباري والمخابراتي والأمني وقاطع المسئولية قاطع المسئولية أجيب أقول له أنت استلمت رسالة استلمت تحذير استلمت تنبؤ من الجهد الاستخباري بس مو رسالة معومة احذروا في كذا يوم رح يكون هجوم على كافة الأسواق على كافة المدارس على كافة الجامعة على كافة المدارس لا هذا كلام معوم المواطنين متعاونين مع القيادات؟ أنا في تقديراتي أهالي ديالة متعاونون حد النخاء مو بس أهالي ديالة أهالي الموصل شوفي بصراحة بضرس قاطع لو لا المناطق المواطنين في المناطق السنية لما تطهرت المناطق من رجز داعش خلينا نفهم طبيعة ديالة بما يجهز سيد عدي الخدران خلينا نفهم طبيعة ديالة ديالة عبارة عن مناطق سنية ومناطق شيعية ديالة أنا أريد أن أسميها وفاتني أسميها ديالة الوحيدة في محافظات العراق تسمى بالعراق المصغر العراق الوحيد ديالة الوحيدة التي تتكافأ فيها يمكن شوية الشيعة أكثر بصراحة لكن تتكافأ بها شوك تتصار وشيعة أكثر وراء 2003 صح؟ يعني تقولي أكو استبعاد طبوغرافي لا ما أصور وراء 2003 تساؤلتي في محلة سين حقش سين حتى المواطنين أنا في تقديراتي هناك تكافأ صار أكو تهجير سني صار أكو تهجير سني وبالوقات الهم أكو صار تهجير من السنة والشيعة لهذا آني سألت على المناطق يعني بعد 2006 ما صارت أكو مناطق سنية ومناطق شيعية في ديالة صارت كانتونات صارت كانتونات يعني في فترة ما كان أبو الرصافة ما يستطيع يروح الكرخ ولا أبو الكرخ يجير رصافة كان أبو الأعظمية ما يستطيع وكذلك في ديالة ديالة يعني ديالة زادها الزهو وزادها تعقيد وجود الفساء الثلاثة يعني مناطق جلولاء والسعدية هذه مناطق كردية اللي هي قريبة على الإسليمانية نعم مناطق كردية عندش مناطق نفط خانة مرتبطة وين بالكوت زيان وهذه مناطق الكوت أكو تلاحم ماكو أي مشكلة بيها بلد روز بلد روز طبعا اللي قريبة على واسط نعم هذان ماكو أي مشكلة بيهم ما صار مشكلة لأنواس التكات تكون هي المحافظة رقم واحد بالمحافظات العراقية محافظة آمنة وميالة إلى تجنح إلى السنمي وإلى السكينة يعني ما حدث بها يعني الخروقات تقول لي ده تصير بالخالص وبالمقدادية أكثر شيء وفي بعقوبة لوين ايه هذه المناطق المخيسة اللي هي قريبة على صلاح الدين وبغداد بعقوبة نعم بعقوبة مناطق المخيسة مناطق شمال المقدادية فإحنا إذا نفهم نفهم وين ده تصير الخلل بمحافظات يا محافظات ده تصير الخلل ووين دي صير الخلل نقدر نفهم طبيعة هذا الخلل الأمني وليش دي صير وهل هو سياسي مفتعل أم لا أنا فيه تقديري دائما يقولون يقولون الوضع السياسي يعني كلما احتقن كلما زاد داعش من ضرباته الجواب ده شقين داعش لديه سنسر يعني سنسر اكتيفتي يضعه على الوضع السياسي كلما احتقن الوضع السياسي كلما تكهربه هو بالوضع السياسي وأصبح يعني داعش وتنظيم استغلالي يستغل وانتهازي يستغل أي ثغرة أمنية وأي منطقة رخوة وأي احتقان أمني لذلك كلما يحتقن الوضع الأمني كلما ترين داعش زاد منه ضبابية وزاد منه يحاول أن يضرب مفاصل بعض المنشآت الحيوية وبعض المواطنين لذلك أتخطر في في ضربات الأربعاء الدامي والثلاثاء الأسود التي نفذتها ولاية بغداد بقيادة اللي قادر الهجمات منافر راوي وعباس جواري يعني كانت هذه الضربات تتزامن دائما أنا سألت منافر راوي قلت له كيف تنفذون ضرباتكم طبعا منافر راوي نفذ قرابة 50 عملية في بغداد 50 مفاخخة منافر راوي بمفرده يكاد يكون قتل أكثر من 20 ألف عراقي منافر راوي طبعا منافر راوي والي بغداد كان منافر راوي يعني ماذا تقول لي بمفرده يعني العمليات هو نفذها طبعا التنظيم حينما يضع كيف كان ينفذ العمليات من تحدثت معها قلت لك أي ولاية بس نقول ولاية بغداد ولاية بغداد ماذا بها بها شرع عام بها عسكري عام بها أمن عام بها ناقل بها راكن بها راصد بها مستطلع بها مسلم بها ساحب كل واحد إلى دوره المستطلع اللي يستطلع المكان يشوف أين المكان اللي بي كثافة سكانية عدد يعني هم من اختار محافظة بغداد تخطر واحد مخطوف كان منه مخطوفه بسيارة مخينة بالجنطة ببرنس فصادف مرورهم على التفجير اللي خاطفين ثلاثة بالسيارة السيارة احترقت بيهم والمخطوف بقى بالسيارة من فتحه والجنطة اللي قلوه كلبك بأيديه هم مشبقينه أربعة تماته وحدة من الحالات اللي صادفت حالة أخرى يعني مرضى بيتها طفلها وياها زوجها وياها بالخلف امرأة حامل ناقلها إلى مستشفى الكرخ حتى مالولادة المرضى اطفلها احترقوا زوجها احترق الحامل احترقت هي اطفلها نحن شفنا مآسي نحن شفنا مآسي بهذه الفترة فلذلك أكون مناظر بصراحة كنت أتمنى السينما العراقية هذه لو الحادثة الصير في هوليوود يمكن يسوون يعني رأفة الهجام يعني ما سوى شيء ما ذلك الشيء اللي سوى فلذلك صوروا على أنه بطل قومي وسوى له بانوراما وسوى احنا قدنا حارث السوداني أكبح جماح تفجير أربعين مفخخة استلم ثلاثين انتحاري عوض أن يفجر نفسه بالأسواق استلموا استلام وألقوا القبض عليه ثقي منا أتكلم وجلدي يقشعر ألما وقسوة على ما جرى بالعراق وبعدين الجهد اللي تم بدله من قبل خلية الصقور من قبل ضباط خلية الصقور كان هناك ولا زالوا ضباط بخلية الصقور الأخ أبو علي البصري أقسم بالله وتله والله لو أشرف على كافة الملفات الاستخبارية والمخابراتية والأمنية في العراق أقسم بالله أعطيك ضمانة بعدم حصول خرق واحد طبعا أنت قلتها هذه قبل سنة أيضا نعم كانت أكو نكبة عندنا هنا كان عندنا نكبة أنت من نهاريتي في حينهم ما كانت النكبة في حينها ما تماسكتي قطعنا البرنامج غزوان شعن ممسوك غزوان شنو غزوان كان غزوان اللي هو الأرهابي غزوان يمكنك رايب تشوغ غزوان لا على بغتك على بغتك ما ما نتقارب أريد نكسر الجو يعني نمزح زين يعني جهز السيد عدي زين إحنا خلينا بس نفهم وضعية الأرهاب في ديالة ما معنى ديالة بالذات؟ ديالة و كاركوك و صلاح الدين لا صلاح الدين ممكن ما بيها لا خلي حتشيلي ايش معنى منا عيني خلينا ديالة دائما 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 ديالة هي المتقدم للتنظيم بس انت قليلي ليش كاركوك احتيش ديالة احتيتليين الظروفها خلينا احتيش صلاح الدين ليش كاركوك ليش أو صلاح الدين أيضا بالتحديد نحن أخيش بين صلاح الدين بين صلاح الدين وبين كاركوك مخاطر جمع من بينها أخطر أربع وديان في الكرة الأرضية موجودة بين صلاح الدين وبين كاركوك يقبع فيها داعش؟ طبعاً طبعاً أخطر أربع وديان في العالم وفي العراق ما أكو وادي وادي الموت موجود في أميركا هذا تعيش بي ما أعرف شنو فشي تنعدين في الحياة لا أخطر أربع وديان عندنا وادي صغيتون ووادي الشاي شو ينزلون بها إذا خبرها فعلاً هسا أقول شيش يلتقن واسساً وادي ثالث اسمه وادي أم الخناجر أرضها ثلاثة كيلومتر وعمقها ستة كيلومتر ومن هنا إلى مرتفعات جبال ماما جبال ماما شوف التنظيم تنظيم عقادي خلنا اتفقنا الخلاف لا يمنعنا الصافة التنظيم لديه شراسة وعقادي وقوي ويمتلك من القدرة والشجاعة وهو انتحاري بعد ما عنده شيء آيس لذلك هو نجح في أن يكيف نفسه مع البيئة المعقدة أكو بيئة معقدة يعني أنت في مرحلة مع أحد الإرهابيين أقام وين جعل نفسه الدش مع المرسلة الطبل مع المرسلة ظل أسبوعين بيهم شكل آيدي فلود سنايبر آيدي فلود مركب مغاذي هو شهرين متتابعين وجد قابع في أحد مظافاته وهو يتأبط أكثر من خمسين حزام ناسف معه كسكس كسيرات من الخبز اليابس ومعه تمر من الزهدي وقليل من الماء فقط أبرار كبيسي لأنه عقيدة عندهم أبرار كبيسي أبرار كبيسي سئلت لماذا لم تتزوجي أبرار عالمة مجلسية كيميا أستاذة مساعدة لماذا لم تتزوجي قالت أخشى أنت تزوجت أن أقصر مع الدولة الإسلامية لأن زوجي يراد لخدمة ويراد لحظانة للأطفال والأضاعة وكذا فلذلك نحن نقاتل هكذا ناس يعني على قولة نيتشة سوبرمانية يعتقدون بأنفسهم هم المنقذون طبعا مغشى على عقولهم وعلى عيونهم طبعا بهذه الأفكار السامة بالتالي يعني هم تقول لي أنه هو مكيف نفسه ومكيف وضعه حتى يقدر يبقى موجود في هذه الوديان ويعيش بيها رغم ذلك نحن نقدر بطيارات مسيّرة نراقب هذه الوديان يعني مفقصة نحن شوفي ضربات ثق بالله ضربات هس أنا ما أدري هس هي أكثر أصعب من أفغانستان أصعب من حرب في أفغانستان أصعب منها كانوا يقصفوهم وهموا بالوديان مونة لا ينقضي أسبوع ما يدقوا اليوم حتى أخرج من ربقة المغالات لا ينقضي أسبوع إلا وهناك ضربة تنفذها القوة الجوية أو أسراب الدراود الغرفت أو طيران الجيش أو طائرات المي 35 و المي 28 لا ينقضي أسبوع إذن هذه رسالة أنه لازم نقتنع والمواطن اليوم يفهم أن الحرب ضد داعش يحربنا جميعاً نعم حرب فكرة حرب فكري حرب فكر أنا دائما أقول أقول مصر نجحت بإنتاج جيل فكري نشأت بإيجاد أحمد بها الدين فهم هودي محمد عمارة محمود السعدي محمود السعدني محمد حسين هيكل أسامة أنور عكاشة نجيب محفوظ نجحوا بإيجاد هذا الكارتل وهذا الجحف من المفكرين لذلك الروايات التي صدرها أسامة أنور عكاشة ونجيب محفوظ جاءت بمثابة تضميد الكلوم في الانتكاسة والرد على فكر الإخوان لأن الإخوان يمتلكون فكرا قطعا هو برينووش هو يسبب غسيل الدماغ يعني تعتقد أن الإرهاب نشأ من الإخوان أو من فكرة الإخوان نشأ من خاصة الإخوان قطعا وإلا أي من الظواهري من أين أتى إسماعيل شبانة وأي من الظواهري هما من قاموا باختيال أنور السادات أسامة بن لادن جاء من خاصة الإخوان الإخوان يعني أبو محمد المقدسي أبو محمد المقدسي عنده كتاب واحد اسمه ملة إبراهيم 75 صفحة تسبب في تحول بضع مئات الآلاف من الشباب الليبرالي العلماني المدني إلى راديكالي متطرف طبعا أبو محمد المقدسي هو كان أستاذ أبو مصعب الزرقاوي أبو مصعب الزرقاوي كان يقول أبو مصعب الزرقاوي من المعلمة عبد المجيد المجالي علمه في سجن سواقفي في الأردن لذلك كان يقول بما تأثرت أنت أبي مصعب أبو مصعب حافظ للقرآن يعني الشأن الشأن عبد الرحمن بن ملجم المرادي عبد الرحمن بن ملجم المرادي كان يقول عنه الخليفة الثاني أنه حافظ للقرآن وكان كذا ولو كان يعلم به الخليفة الثاني لقتله قبل أن يقوم بقتل الإمام علي لذلك كان يقول كنت أقرأ كتب أبو محمد المقدسي في هيرات يا كتاب ملة إبراهيم أبو محمد المقدسي كان مفتي التنظيم شيخ حسام ناجي مفتي التنظيم اخترحت على ذوي القرار في الحكومة العراقية قلت لهم لماذا لا نقيم عليه إقامة جبرية ونجعله في محل إقامة جبرية ويقوم بإصدار إصدارات أسبوعية كل أسبوع يصدر إصدار هذا الإصدار ضد التنظيم لأنه المفتي هو الذي أفتى بقتل الإيزيديات إحنا نخاف إحنا ما عندنا شجاعة القرار لا هو بس ما عندنا شجاعة القرار أكو خوف مجتمعي من أنه نضرب أفكار داعش ولذلك تلقى الأصوات العلمانية هي ضعيفة ولا تستطيع مجابهة فكر متطرف متعصب لأنه أصلا تكتل يعني ثانيا يعني أولا وأنا داعشي مو بس على الفكر الداعشي يعني داعشي على أي فكر متعصب لأنه أي فكر متعصب نتيجة سيئة شوفي دائما الطائفي والذي يتكلم بالتعصب يكون عنده خواء فكري وتصحر معرفي لذلك أن تكون متعصبا وأن تكون طائفيا يسير جدا لكن أن تكون متزنا وأن تكون مهنيا وأن تكون وسطيا جدا جدا من الصعوبة بمكان لأنه أنت الوسطية راح تخليك قولة كل المرسل لا منتمي فلذلك هذه الوسطية اللي أنت تبتغيها ابتداءا الشعب العراقي الجاحظ يقول فيهم أنهم أهل ذوق ونظر أبي حيان التوحيدي يقول العراقيون يمتلكون مسحة الفكر لذلك الشوفين هستي أنت تلتقي ويأي شخص متسول فقير يعمل بمهنة خاصة بمهنة عامة بمجرد تحتكين به بأي سؤال سيتكلم لك عن السياسة وكأنه هندي كيسينجر هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن العراقي فعلا أنت لكاته أسأل أنكر وجود تعصب التعصب موجود في كثير من القطاعات تعصب ديني وتعصب طائفي التعصب الديني البعض يصبح راديكاليا حينما يقرأ كتب متعصفة يعني السلفية ليست كلها سيئة منها السلفية الشامية الجامية السلطانية النبئية القبطية لا غباضة فيها السلفية الجهادية هؤلاء البعض منهم يعني عبد المحسن الفضلي عبد المحسن الفضلي كفر من كفر أبو بكر البغدادي لأنه لم يقل بالكفر التسلسلي هذا مجرد يقول من لا يكفر الكافر فهو كافر زين كفر أبو بكر البغدادي لأنه أبو بكر أي أكو فئات يعني مثلا لم تلتحق بتنظيم الدولة الإسلامية زين عبد المحسن الفضلي قال نكفرهم قال لا نكفرهم هؤلاء تمثل قول عليه هؤلاء عليه السلام هؤلاء إخوتنا بغوا علينا زين شوف هذا أرسل إلى منه أي من الظواهري أرسل أبو خالد السوري صاحب كتاب اسم الجهاد في الإسلام أرسل لي أبو محمد الجولاني وأرسل لي أبي بكر البغدادي قال عليكم أن تتوبى وتقوبى في عامكم وهذا فإن لم تفعله فإنكم خارجان عن ربقة الدين والملة فعمد عليه البغدادي وقتله وبعد ذلك قام وأبنه لذلك نحن نتمتع بحصافة الجرعة والمفاتحة وإلا أنت قربة تشوف شون قدر يغير هذا التغيير البنيوي جاب سياسة 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 المكاشفة سياسة اللي هي فلسفة البرستاريخة دف خليني ممكن نساوي في ديوم حلقة عن فكر داعش أو الفكر المتعصب كيف تش وضد فكر يعني أحد عنده هكي أفكار أو بادرة عن هذه الأفكار أو حتى ممكن فكر شيعي متعصب ليش لا ما عندنا فكر شيعي ولا أكو فكر سني يعني فكر سني يعني هو بما أنه داعش طالع من الأخوان فهي أكيد طالع من السنة هو أفضل واحد ممكن تستطيع سنة داعش طبعا يا سر يا يا لا السنة مو دا ما لعلاقة بس هو بالأخير الناس لا أكيد راح تفهم صح أنه أما دا أقول كل السنة داعش دا أقول هي طالع من سكر باوع هذا الخوف هذا الخوف اللي داعشت علي الأخوان المسلمين سنة من رحم الأخوان طلع داعش إذن داعش سنة فإذا أقول شيعا بالمقابلة نجي وفكر بتعصب اسأليني من الذي تضرر من القاعدة وداعش أكثر السنة طبعا السنة لأن السنة بيناتهم السنة شوفي السنة لا تقبل توبتهم دعونا بس نحكي الأمور بصراحة سيد فاضل ترى أنا مو من يعني أنا معروفة منين أنا دا أحدد المشكلة المشكلة من الأخوان الأخوان منين شي علوا سنة لا أخوان طبعا ما إحنا مهنا نتطلّى ذلك بابا لكن لا مو أنت الدخلين وإنت من أتحدث أنت دا تقول له إفهم منا ما يقطعوني ويسبون آبائنا وأجدادنا أنا أبويا صلى دون سنة تكبليين أنا تكبليين أنا يعني شنو أقولك خليني أذكر بحوادث 2006-2007 ما كانت أكو أطراف شيعية متعصبة جدا تقتل السنة لا الحرب كانت موجودة الحرب وكانت متبادلة بالضبط فعني من أقول الداعش يسوني يعني أنا لا أبرأ الدواعش اللي موجودين الإنغاب الموجود في الشيعة أكو دواعش متشدد إحنا لازم نعترف بهذا الموضوع أكو دواعش من الشيعة أيضا دواعش هي هاي الخوف أنه نحكي للناس حتى يسبونا لا أسبوني اليوم إليون قد ما تريدون لأن أنا إذا أحكي الحق وأنتوا يظلوا خافوا أبقوا خايفين إحنا منا ما عدنا حزب شيعي ولا أكو حزب سني موجود ما عدنا حزب شيعي لحد الآن حزب مخضرم يعني عاش أكثر من خضرم لماذا حزب الدعوة؟ لا لا مداكمل بعدني هاي جملة منتقصة هاي جملة خبرية هاي ما عدنا حزب شيعي للآن قام بمراجعة فكرية قام بمراجعة فكرية الأخوان المسلمين عمي أفضل قاموا بمراجعة حزبية قاموا بمراجعة حزبية أبديت مهدي عاكب أبديت سووا هذا الأبديت إجا على حساب تحديث القيادات وإجا هذا التحديث إجا وقالوا ليش إحنا أخفقنا في إنشاء دولة إسلامية في ظل جمهورية وإلا محمد برسي إجا بانتخابات اللي صارت بالجزائر أعتقد أربعة وعشرين عباس مدني وعلي بالحاج من فازه صار اعتراض من قبل فرنسا اثنين علي بالحاج وعباس مدني أباحوا قتل أربع محافظات سنية قتلوا وذبحوا حتى الأطفال السنة طبعا لذلك هذا طبعا لأنه بالنسيجة هذا السني ماذا يرضى على هذه الأفعال الداعشية فيجوني بس بنفس الوقت لو تيجي على الغرب الغرب أكثر دموية من التطرف الإسلامي قصدك الكاثوليك سابقا الكاثوليك أبادوا من البروتستانت مليون بذاك الوقت مليون هسا صحوا على روحهم أجوا مؤتمرنات قلوا للكنيسة قعدوا لا هسا لحد الآن يعني لحد الآن ناروا تحت الرماد اطلع على المملكات الأربعة البريطانية شوفوا شون دي عاملون إسكوتلند شون دي عاملون الإريش شون دي عاملون الويلز حتى الأكسنت ماتهم يقلدون عليهم لأنه قعدهم أدغام يا مؤود هساعة التقليد خليقوا على واحد على واحد اللاخ وبله الكتل ونخلص خلونا نطلع فاصل ونرجع خليقوا على واحد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واشنطن بوست تقول ان حملة الكاظمي لمكافحة الفساد اتسمت بالتعذيب والعنف الجنسي لانتزاع الاعترافات اعتقد هذه قضايا منظورة امام القضاء ولا قولة يعلو فوق صوت القضاء وهذه تحتاج الى مبرهنات وتحتاج الى تقديم شكاوى من قبل البجنى عليه البجنى عليه اذا كان يملك الجرأة ويقول انا فعلبية كذا يورد على لجنة طبية الحبوبة استاذ سيد قاسم يمكن شوان مدير تجارة الحبوب قاسم الجرجاوي ايضا اكو اكو فد على ما تستفهمه هواية على وفاته طبعا على قتله بالتعذيب لذلك القضاء هناك شكوى منظورة ايضا ممكن تندرج في هذا الموضوع خصوصا اذا سوا واجروا ووديوها للطب العدلي او اعادوا الكشف عن هذا الموضوع منا القضاء يدري ابو حسن الساد غزوان متابع حريص لهذه المواضيع جميع القضايا ينظر فيها الان القضاء واحنا لا انا اثنين انا مو فيسبوكية لاننا نتبع الدليل لا على حساب الهداية للغواية لذلك اعتقد المحكمة الكرخ هي المختصة بالنظر من تهكلت والغية لجنة امر الديوان 29 تولتها او تولاها قضاء معروفون جدا واعتقد كانوا لا يعلمون بهذه الطرق لا لا القضاءات الجدد اقصد القضاءات الذين كانوا في لجنة 29 الله يسامحهم لا اقول هالشكل اكثر منها غير اقول اقول الله يسامحهم ذلك القضاءات انا اعلم جيدا انه القضاءات اللي كانوا في لجنة الامر الديواني 29 كانوا مطلعين على تعذيب جسدي حسى عنف وغير شيء ما ادري بس تعذيب جسدي واضح على بعض المعتقلين واحدهم نزع قميصة قدام القاضي وشوفه شوفي ثقي وثيقني مونة خيرا استاد فائق زيدان اغلب الاعلاميين يعني لديهم احاطة ومعرفة شخصية به شخصيا ما اعرفه يعني لازم دليل بالاخير احنا ومسوالف استاد فائق ما يملك محكمة واكو استقلالية بالمحاكم هو يوجه القضاءات القضاءات لهم الحرية حرية اتخاذ القرار من عدمه واعتقد انا وإياك من المنتظرين ان شاء الله نكون دائما من منتظرين الاخبار الزيانة وتجينا خلينا رحب بقام مقام قضاء الخالص سيد ودي الخضران اهلا وسهلا بك سيد ودي انا وسهلا سيطمنا بشاهديكم القرار مئة هلا خليني بداية اعزيك بخسارة ابناء بلدتك ابناء المحافظة اللي العزيزة علينا كلنا ولدنا واخوتنا الله يرحمهم نعم ان شاء الله والله يجيركم يجيركم هذا نصاب الجلب خليني بداية اسألك ما السبب هذا التعرض الارهابي الى ماذا تعزوه الى مثلا ضعف بالقطاعات الامنية الماسكة للارض ام هي خروقات من عناصر مدربة جيدا وتعلم كيف تخترق القطاعات العسكرية الموجودة في ديالة نعم بسم الله الرحمن الرحيم لا يخلو هذا الامر من القروقات وضعف الجهد الاستفاري وضعف القطاعات الامنية المنتشرة وكذلك قلة الموجود في هذه المناطق التي تعتبر حقيقة مناطق شاسعة التي هي هذه القرية تقع أطراف قضاء الخالص تبعد عدة كلمترات عن مركز مدينة الخالص وتقع تقريبا آخر القرى في خط نهر التحويلة ويكون خلفها باتجاه ناحية لعظيم أراضي شاسعة غير ممسوكة وصولا تقصد المناطق التي لا ممسوكة التي هي بين الخالص وبين صلاح الدين التي نتحدث عليها قبل قليل المناطق الفارغة التي يسموها سيد منا سأعطيها بالتفصيل اليوم كل الخالص غير ممسوكة كل الخالص صح كل الخالص نعم قبل أكثر من أربعة أشهر تم تحريك قطاعات الجيش العراقي اليوم موجود فقط سرية من الفوج هو فوج الجيش الآلي لموجود الفوج الأول الآلي في قضاء الخالص تم تحريك ثلاث سرايا خارج مدينة الخالص وبقى سرية ناقص أضافة إلى قبل هذه الفترة تم تحريك فوج طوارئ شرطة الخالص باتجاه ناحية المنصورية وبقى سرية فقط يعني اليوم قضاء الخالص هو يعتبر أكثر الأقضية من حيث المساحة الجغرافية التي تمتد من منطقة تنجانة وصولا إلى بغداد علاوة على أنه يحيط سريتين سرية اللي هي فوج الطوارئ اللي هي ماسكة مداخل قضاء الخالص مجرس سيطرات مداخل ومخارج الخالص أضافة إلى هذه السرية الجيش اللي هي ناقص تقع في هذه المنطقة النائية اللي تبعد أكثر من 28 كيلومتر عن مركز المدينة هذه المنطقة حقيقة مفتوحة على ناحيتين ناحية المنصورية وهي ناحية غير مستقرة أمنيا اللي هي فيها سلسلة جبال وكذلك باتجاه منطقة الصفرة يعني ناحية العظيم وتقع خلفها سلسلة جبال حمرين هذه لا يمكن مسكها بسرية وحتى فوج غير كافئ قبل هذه الفترة في عام 2018 عندما كانت قطعات الحج الشعبي ماسكة لهذا الطريق الذي يبدأ من سرحة وصولا إلى قضاء الخالص لم تتعرض هذه القرى منذ عام 2014 لغاية ليلة أول أمس إلى أي اعتداء إرهابي ولكن بعد قطعات الحج الشعبي يعني أول أمس انسحبت قطعات الحج الشعبي وبعدها صار هذا الطريق لا من بعد 2018 بدأت خروقات نعم بدأت خروقات يعني نحن اليوم أكثر من خرق حدث في عام 2018 في هذا القرية تم زر عبوة واستشاد أحد النساء قبلت أربعة أشهر في قرية قريبة عن قرية البوباليق في قرية العنبقية تقريب ولهذا السبب ولهذا السبب التحديد سيد عدي بعض الناس يتهمون الحج الشعبي ب خليني أقول التسبب في مثل هكذا حوادث للتأكيد والإصرار على ضرورة وجود قطعات الحج الشعبي في هذه المناطق نحن اليوم كنا نطالب نحن البارحة كنا قاعدين للقيادات الأمنية عندما زارت مجلس العزاء اللي متمثلة بسيد رئيس أركان الجيش ونبقى عادة عمليات المشتركة وقائد محور الحج الشعبي أنا كشخصية رسمية وكباقي الشيوخ وحتى الشيخ أشيرة البوبالي في الخالص وكل المواطنين طالبوا بإعادة نشر الحج الشعبي في هذه المناطق لحقيقة نحس بأمان أكثر والتزام أكثر من قبل قراءة الحج الشعبي هذا مول يقول النائب رعد الدهلكي وأكيد هو يمثل الرأي كثير من أبناء مناطق ديالة المدن من ثوابتنا التي وضعت بورقة المطالب ولن نترك المطالبة بها يعني مو واحدة أكيد السيد رعد الدهلكي ما يعني اللي يقول أكيد استنادا على رأي مواطنين في ديالة سيد عدي كل من يطالب بإخراج الحج الشعبي يريد إعادة محافظة ديالة إلى المربع الأول وإعادة دائش من جديد إلى هذه المحافظة وتهجير أبناءها إذن هذه أجندة خارجية وهذه الأبواق المسمومة والخناجر التي دائما تضع في خواصر أبناء محافظة ديالة هي بعيدة كل البعد عن الواقع اللي نعيشه في محافظة ديالة زين خليني أسألك سؤال الحشد اللي موجود في ديالة هل هو من مناطق يعني من مناطق غير ديالة أم هو من أبناء ديالة اللواء الموجود حاليا هو ثلاث ألوية في محافظة ديالة اللواء 23 أغلبها من أبناء قرى العنبقية من ناحية السلام واللواء 24 أغلبها تقريبا أكثر أغلبها يعني أقول أو أكثر خلينا نقول فد 80-70 بنيا هيتي لا لا أكثر من هذا العدد أم من أبناء بني تميم عشرة بني تميم اللي هي في ناحية القضاء المغدادية واللواء 110 أغلبهم من قزانيا ومن ديالة كلهم من أبناء محافظة ديالة فيها بحدود 150 إلى 200 عنصر في الحجد الشعبي ولكن يعني ليس بداخل القرية وإنما في الأفواج اللي هي منتشرة في غير مناطق سكنهم زين ليش ما هذول الشباب اللي منتشرين في غير مناطق سكنهم يجبوهم يمسكون الأرض هنا في هذه المناطق اللي أنت تعتبرها نحن نفس الأمر طرحنا أمام القيادات الأمنية وأمام السيد قائد محمار ديالة طلبنا بعادة أهالي قرية البوبالي اللي هم يمثلون بحدود 150 إلى 200 عنصر من أفراد الحج الشعبي بأن يعودوهم لأن تدغيبها بموافقات رسمية وأمنية ليس إدارية طالبنا بعادتهم إلى قرية البوبالي لمسك هذه الأرض وتكون هناك نقاط حراسة لأن هذا القرية حقيقة ستتعرض مرة أخرى في حال عدم وجود حماية كافية لأنها مثل ما ذكرت في مناطق زراعية شاسعة وأراضي مفتوحة يمكن التسلل والانسحاب إلىها وهناك طرق ميسمية قبل أكثر من بحدود أقل من 15 يوم أي يوم 6 بالضبط حصلنا على وثيقة من العمليات استخباراتية بأن هناك عملية تسلل ستكون باتجاه معاوضي ديالة وبخصوصا حتى هذا القرية مذكورة بأن هناك طرق وتم وضع الإحداثيات باتجاه قرية الصراجق وباتجاه البوبالي وباتجاه القالص باتجاه القرية العين البقية ولكن مع الأسف القوات الأمنية لم تتخذ أي إجراء للحيلولة شنو القصة ليش سيد أديل إلى ماذا تعزو موضوع سكوت القطعات الأمنية أو القادة ليش هذا السؤال يوجه لهم حقيقة هاي مفروض القيادات المركزية والسيد القائد العام القوات المسلحة يوجه إلى القيادات الأمنية في محافظة ديالة لماذا لم يتم الأخذ بنظر الاعتبار هذا التقرير اللي مرفوع يوم ستة وان حصلت على وثيقة من هذا نسخة من هذه التقرير لماذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات للحيلولة دون وقوع هذه الكارئة طيب أكو أي معلومات استخبارية قبل الحادث عن هذا الحادث بالتحديد لا ما أكو أي معلومات ولكن هي منطقة حقيقة لمحيطة هذه القرية منطقة موضوعة وتم عادة الكثير من الأرهابين بدون تطقيق أمني يعني حقيقة تمت أعادة عوائل وتمت أعادة أشخاص ثم مطلوبين وفق مادة أربع رهاب ولكن حقيقة لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني بحق هذه العوائل وبحق هؤلاء الأشخاص اللي تم عادتهم في يعني اليوم سيد عدي اليوم أنت تعيب على قرار رئاسة الوزراء ب يعني إيقاف العمل بالتطقيق الأمني لأرجوع النازحين أو ما إلا ذلك خطأ 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 عزيزة اليوم هذه الشر لما تحمي الفكر لا يمكن استعصال الفكر بمجرد عودتها إلى منطقة أو برمي السلاح هذا يقع يحمل الفكر وإحنا شاهدناه منذ عام 2004 عندما بدأت العمليات الأرهابية سواء في القاعدة أو بقايا أزلام النظام البائد عندما انتهت القاعدة رجعت بوجوه جديدة هي داعش وانتهت داعش رح يعودون على أصابات إجرامية فلا يمكن استعصال هذا الفكر ولا يمكن الإحسان إلى هؤلاء حتى يعرف أنهم هناك من أحسن إليه ويرمي السلاحه ولكن يبقى هذا الفكر المسموم وينفق وهو عبارة عن أداة قتل وأجندات خارجية يحملها لإيقاع أكبر عدد من الضحايا وقصوصا من المدينيين نحن نحصل على سكان مناطق تهجروا يعني نحصل على آلاف العوائل اللي قد يكون بيناتهم ناس ما لهم علاقة باللي صار يعني ما عليهم قضايا وملفات أمنية فلش ما يرجعون البيوتهم نحن ما عدنا عملية تهجير بهذه المنطقة ماكو ولكن عدنا مطلوبين لعدشان رجعوا رجعوا هذا حقيقة إذن هناك عدم تبقيق يعني هذا السؤال يوجه إلى القيادات الأمنية في محافظة إذيالا كيف تم عادة هؤلاء وكيف دخلوا إلى المنطقة نعم هناك حقيقة تدمر من أبناء هذه المناطق اللي هي منطقة التحويل نحن نسميها اللي تبدأ من الشارع الأسود باتجاه قرية البوبالي ووصولا إلى معسكر أشرف أغلب هذه القرى تم عادة بعض المطلوبين على المادة أربع رهاب وتواجدهم في هذه المنطقة حقيقة يشكل خطر وآخر وجبة رجعت قبل أكثر من شهر وبلغنا بها القيادات الأمنية ولكن حقيقة لم يتم اتخاذ أي إجراء بحق هؤلاء ولم يكن هناك أي تطقيق أو متابعة في هذه المناطق على هذه العناصر الإرهابية وهذا ما حصل يعني اليوم ما أزكي هؤلاء اللي رجعوا في الوقت القريب بتنفيذ هذه العملية طيب خليني أروح لسيد فاضل وأسألك اليوم هل يخلو العراق من دواعش من جنسيات أجنبية أم لا النائب أين هان فونو ما أدري شون قطع الاتصال وما رجعوا خبروها رجعوا خبروا سيدة نجات زين لا يعني لا وجد أي مقاتلون أجانب ما عدنا يعني كلهم جنسيات عراقية انتهت مقاتلون محليون وهم قلة جدا يعني طيب شنو المشكلة ما نلزمهم القوات الأمنية تعتقلهم وخلاص فضلت سالفة إذا هو يعني موجود أبتين متوين غير خليش مدير استخبارات يعني الموضوع موجود استخباراتنا ما شاء الله شونا عدنا حشد شعبي عدنا جيش عدنا شرطة عدنا كل شي المعركة ليست ميدانية ولا تعبوية المعركة معلوماتية استخباراتية فنية صرفة يعني يعني نحن صفر بالاستخبارات لا لا موهي الشكل واحد لا 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 موهي الشكل دخل حتش الطالمية قد يعتقد البعض أن الطالمية صغيرة الطالمية مئة ألف فدان مئة ألف فدان تطل على صحراء القرمة من جهة من جهة الأنبار وفيها تقع على دراع دجدة اللي هي بها الكسارات وإبراهيم بن علي والشيخ وتنتهي ترتد حتى الإسحاقي اللي هي على محور اللاين سامراء هذه فيها أكثر من ألف ومئتين حوض لتربية الأسماك أكثر هذه الأحواض تدر أموالا يأخذ تأخذ الأتاوات منها عنوة وغصبا من قبل التنظيم وأفراده بخلاف ذلك يقتل صاحب الحوض داخل التارمية لحد اليوم لغاية ساعتنا هذه لكن هؤلاء لا يستطيعون أن يبوحوا بهذا السر لأنهم يقتلوا فهؤلاء لعددتا شون أعرفته أنا معلومة استخبارية يعني معلومة استخبارية بالتالي استخباراتنا عدها علم عدها علم لعليش ما تتحرك بس مو علم كامل لعد شنو طرابة إيش كلام حتى لو أتحرك أنا فيه تقديري أنا فيه تقديري حتى أقضعها الحالة أي حوض تربية أي مزرعة تربية أسماك في التارمية غير مجازة وغير مكتملة الأركان تغلق ماك مجاملة تغلق لأن هذه القضية قضية بها شبهات بعدين التنظيم في التارمية أنا أقدره لا يتجاوز 15 شخص وفيش 15 شخص مصيدرين على 1,000 ومتنحوض قناص بالحسابات العسكرية قناص واحد يستطيع إذا تحصن بمكان أن يدرأ لواء كامل يوقف تقدم ما لم يتقدم قناص واحد فكيف إذا بـ 15 أو 20 يمتلكون عقيدة متينة رسينة رغم فسادها نحن نتكلم عن النوع لا عن الكثرة يعني التنظيم داعش الذي كان يقاتل في منطقة الفلوجة كان عدده يمثل 10% من عديد القوات الأمنية العراقية التي تمت حاصرة الفلوجة وحي الرسالة والحي العسكري لأن أولا الأجهزة الأمنية ملزمة بمراعات حقوق الإنسان ملزمة بعدم قصف الدور هناك عوائل حتى عوائل للدوائش أطفال ما يعني ما ذنبهم هؤلاء أطفال اليوم مخيم الهول يعتقد البعض أن مخيم الهول صار 2014 مخيم الهول من 96 صار مخيم الهول في أكثر من 65 ألف من عوائل الدوائش مخيم الهول العراق بمفرده لا يستطيع أن ينهض بعبائه مخيم الهول نحتاج إلى جهد دولي جهد عالمي نحتاج إلى بناء مجمعات نحتاج إلى إعادة صهرهم ودكهم بالمجتمع نحتاج إلى عملية تهيئة للمجتمع العراق والعشائر التي سفكت دماؤها من قبل قيادات وأفراد موجودين داخل مخيم الهول زين خلينا أرجع سيد عدي وأسألك سيد عدي تعتقد أنه عدم الالتفات إلى وضعية ديالة الأمنية وعدم الاهتمام بوجود قطعات عسكرية تسد الحاجة في هذه المنطقة هو تغافل أم تقصير وتواطئ من القيادات المسؤولة عن تحريك القطعات داخل ديالة أقتل عزيزة هذا السيناريو خلال هذه السنة عاد ثلاث مرات الأول مهاجمة قرية في نهر الإيمان في قطاع المقدادية ويكتلكم تاركوون حدث إلى عشرة بين يتمين وقبل أربعة أشهر نفس السيناريو تكرر في قراءة العنبقية اللي مثل ما ذكرت ما تبعد أكثر من أربعة إلى خمس كيلوات عن قرية البوبالي وهذا أول أمس اللي حدث في قرية البوبالي نعم هناك تقصير يجب أن تكون هناك معالجة أحنا دائما نقول الوقاية خير من العلاج ولكن مع الأسف في كل حادث تأتي القيادات الأمنية وتجب وتدين وتستنكر وسنعمل ونعمل ونعمل ولكن لا نرى أي شيء جديد على الأرض نعم هناك تقصير واضح من بعض الشخصيات التي الآن ترأس ملف الأمني في محافظة ديالة قد تكون غير كفوة نحن لا نقول غير متطوطة ولكن غير كفوة ولا يمكن الاعتماد غير كفوة يعني أنت تربطها بعدم الكفاءة زين اللجنة الأمنية اللجنة الأمنية اللي وصلت من وزارة الدفاع برئاسة رئيس أركان الجيش اللي وصلت للقرية أبو بالي قالت ثلاث قرارات أولها نصب كاميرا حرارية نشر نقاط وأكمال التحقيقات لي وين وصلت التحقيقات اليوم بهذا الملف والله أنا اليوم يعني بصراحة موجود بالمجلس العزاء في قرية البوبالي يعني حقيقة ما شفنا الكاميرا الحرارية نحن نسمينا البارحة من القادة الأمنين بأن الكاميرا الحرارية ستصل ليلا ما شفتها اليوم ونتم في مجلس العزاء ولحد الآن ما واصلها هاي الكاميرات ما جدتي ما جدتي وعلى أنه يكون هناك نشر نشر نقاط نشر نقاط سريتين في القاطع ما شفنا أي تعزيز ولا أكو تعزيز يعني بالنتيجة ماكو تحقيقات يعني إذا يتلف قرارات إثنين ماكو خلقون ماكو قرارات لما أنا ما شفتين بحقيقة وحتى سأل الشيخ خالص وكتنت في تواجدها يعني لغاية اليوم ما شفنا لا كاميرا حرارية نعم حضروا القيادات الأمنية وكان هناك حضور ليلة أمس من القيادات الأمنية في المحافظة في دار الشيخ خالص وشيق عشرة البوبالي ولكن يجوز هذه الإجراءات يكون خلال يومين القادمين بس يعني هذا اليوم لحد الآن لا صار أي إجراء طيب أنا أشكرك أشكرك جدا سيد قائم مقام قضاء الخالص سيد عدي الخضران من ديالة شكرا جزيلا لك آخر سؤال لك قلت لي تسويف لا ما قلت ما قلت تسويف طيب شكرا جزيلا لك خبير الأمني سيد فاضل أبو الغيف شكرا جزيلا لك شكرا لكم مشاهدنا في كل مكان على أن لا تسويف قضايا ديالة ألتقيكم إن شاء الله لأحد اشتركوا في القناة